الحمد لله الحمد لله السميع البصير الذي منه المبتدى وإليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسه في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هاباه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يبمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه قذاب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قفعة قمر وإذا كلم الناس فكأن ما يجنون من كلامه أحلى ثمر اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا عباد الله إني موسيكم ونفسيا بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين وعلموا أن من اتقوا الله عاشا غوية وصار في بلاد الله آمنا وأن من ضيعت تقوا وأحمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين رحمكم الله جماعة Jumat yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketagواan kita kepada Allah سبحانه وتعالى تقواة ديالام منجلنان dan mendahulukan segala perintah Allah dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah سبحانه وتعالى karena ketahuilah أيها العباد kedudukan seorang hamba di sisi Allah tergantung kualitas ketagواannya kepada Allah سبحانه وتعالى أيها العباد Allah سبحانه وتعالى berfirman di dalam Al-Quran يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ wahai orang-orang yang beriman هَنْدَقْلَهْ كَالِيَنْ بِمَا تَعْمَلُونَ هَنْدَقْلَهْ كَالِيَنْ بِمَا تَعْمَلُونَ هَنْدَقْلَهُ وَاتَّعَالَى salah satu daripada tanda ketagwaan seseorang hamba kepada Allah adalah bagaimana وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ هَنْدَقْنَا setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari akhirah وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ ulama tafsir mengatakan حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَا أَنْتُ حَاسَبُوا salah satu makna daripada وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ yaitu adalah hendaknya setiap jiwa mengintrosfeksi dirinya muhasabah terhadap apa yang telah dia lalui dari hari minggu bulan serta tahun قَبْلَا أَنْتُ حَاسَبُوا sebelum kalian nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ salah satu maknanya adalah hendaknya setiap jiwa untuk membekali dirinya dengan amal-amal yang baik amal-amal yang salih yang mendatangkan keridaan dari Allah SWT ketika menghadapi hari perjumpaan dihadapan Allah SWT وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَالْتَغُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ dan hendaklah kalian bertagwa kepada Allah إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ sesungguhnya Allah SWT maha teliti atas apa yang kalian lakukan selama di dunia dari karenanya ayuhal ibad bagaimana diceritakan Sayyidina Umar ibn al-Khattabi رضي الله تعالى أنه وَأَرْضَهُ pernah suatu hari beliau melewati pekuburan baqi'il ghargat ketika Sayyidina Umar melalui pekuburan al-bagi' yang ada di Madinatil Munawwara beliau mengucapkan salam kepada penghuni kubur السلام عليكم يَا أَهْلَ الْقُبُرُ السلام عليكم يَا أَهْلَ الْقُبُرُ kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattabi رضي الله تعالى أنه وَأَرْضَهُ beliau mengucapkan kepada seluruh penghuni kubur yang mana beliau mengatakan أَخْبَارُ مَا عِنْدَنَا berita dari kami yang masih hidup di dunia أَنَّا أَزْوَاجَكُمْ أَنَّا نِسَاءَكُمْ قَدْ تَزَوَّجْنَا isteri-istri kalian pasangan-pasangan hidup kalian sepeninggal kalian mereka telah menikah dengan orang lain أَنَّا دَارَكُمْ قَدْ سُكِنَاكُمْ rumah yang dahulu kalian lebih memilihnya rumah yang dahulu kalian huni telah dihuni oleh orang lain وَأَنَّا الْأَمْوَالَ جَدْغُ السِّمَةِ dan harta yang dahulunya diperjuangkan telah dibagi dengan orang lain kemudian فَأَجَابَهُ حَاتِفْ maka terdengar jawaban dari suara yang tidak ada wujud manusia kemudian suara tersebut mengatakan يَبْنَ الْخَطَّابُ وَهَيْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابُ أَخْبَارُ مَا عِنْدَنَا ada pun kabar dari kami yang telah menuju ke negeri akhirah yang sekarang berada di alam barzakh أَنَّمَا غَدَّمْنَاهُ وَجَدْنَاهُ apa yang telah kami lakukan selama di dunia telah kami dapatkan pada saat ini apa yang telah kami lakukan baik dari amal salih ataupun dari yang selainnya telah kami dapatkan وَأَنَّمَا أَنْفَجْنَاهُ رَبِحْنَاهُ apa yang telah kami infakkan dari harta kami ternyata itulah yang mengantarkan kami untuk mendapatkan keberuntungan وَأَنَّمَا خَلَّفْنَاهُ خَسِرْنَاهُ dan apa yang kami tinggalkan dari harta dunia ternyata itu yang membuat kami rugi pada saat ini dari karenanya أيها العباد sisa umur yang Allah berikan gunakanlah untuk melakukan sesuatu yang membuat Allah rida kepada kita karena ketahuilah الْإِمَامُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ beliau berpesan kepada kita أنَ الدُّنْيَا سَاعَهُ فَجَعَلْهَا طَاعَهُ dunia ini waktunya sangat sebentar justru waktu yang sangat sebentar ini pergunakanlah isilah waktu yang sangat sebentar dengan ketuaatan kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا dan setiap orang yang mengisi waktunya selama di dunia dengan ketuaatan kepada Allah maka dialah yang akan mendapatkan keberuntungan besok di negeri akhirah semoga kita dan seluruh keluarga kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan tersebut dunia wal-akhirah آمين 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 يا رب العالمين إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامُ كَلَامُ الْمَلِكُ الْعَلَّمُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِ الْمُحْتَدُونَ جَلَّا فِعُلَ وَإِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرَّجِيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم في القرار العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزل وادم وأنعم وأفض العبار لجلالك وكمالك على أسرب عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى قل الصعابة أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إني موسيكم نفسي بتقوى الله اتقوى الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن واتقوى الله يا عباد الله وذل الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى خليفته من بعده المختار وصاحبه وأنسه في الغار أهل خلافة أمة بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر السديق وعلى الناتق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمار بن الخطاب وعلى الناس حل الله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى آخر نبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارك والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سير أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا والتفنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اغفرنا وإياهم جميعا شر ومصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم لا تهلقنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والانصر المسلمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم رحمنا والمسلمين بترك المعاصي أبدا ما أبغيتنا وأفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه وحول أحوالنا وأحوالهم وأحوال المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال اللهم أصلح لنا دينا للذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجنا عذاب النار عباد الله إن الله مر بثلاثنهان ثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزلكم واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون